منذ وضع رئيس الحكومة قدمه على أرض عدن برفقة عدد من وزرائه والأنظار كلها مصوبة نحو ما ستسفر عنه هذه العودة اليمنيون الذين طالما حلموا باستعادة دولة تقاسمتها الميليشيات وعطلت مؤسساتها تلقوا خبر استئناف إصدار جوازات السفر في عدن بعد انقطاع دام أكثر من عام بتفاؤل كبير خطوة سبقها إعلان الهيئة العامة للطيران المدني استئناف الرحلات الجوية من وإلى مطار الريان الدولي بحضر موت جنوب شرقي البلاد بعد توقف دام خمس سنوات استئناف عمل بعض مؤسسات الدولة في المحافظات الجنوبية يراها المواطنون فاتحة لتحسن الأوضاع هناك إن رفعت الإمارات يدها كليا عملت الإمارات طيلة أربع سنوات على تقويض مؤسسات الدولة وإعاقة عملية تفعيلها وشنت حملات شرسة سواء عبر إعلامها أو عبر أدواتها المسلحة ضد الحكومة وحالت دون عودة وزرائها إلى العمل من العاصمة المؤقتة عدن تبدو هذه البوادر محفوفة بالكثير من المخاطر فالميليشيا الممولة من أبو ضبي والتي خاضت حربا انتهت بخروج الحكومة من عدن لا تزال تسيطر على أغلب المؤسسات وعلى المدينة بشكل عام وهو ما يجعل أي تحسن في الأوضاع هناك قابلا للتلاشي في أي لحظة خصوصا وأن دائرة العنف والفوضى لم تنتهي بعد رغم هذا التحسن إلا أنه من الواضح أن عراقيل كثيرة لا تزال تحيط باتفاق الرياض وسبل تطبيقه وأن عودة رئيس الحكومة وحدها لا تكفي لإنجاحه أو لإثبات حسن النوايا فمصداقية التنفيذ لا تزال مرهونة بتطبيق جميع بنود الاتفاق بما في ذلك تفعيل كافة مؤسسات الدولة ومنها المطارات والموانئ وإنهاء كافة المظاهر التي بقيت تعرقل عودة الحياة إلى طبيعتها في عدن والمحافظات الجنوبية